لأن حب النفس السلام عقد من عقود الإيمان ولا نقصد بالحب الذي يعني لا يخل منه قلب يعني مسلم قد يكون إنسان والعيدة لله يزني ويصرق ويشرب الخمر ولكن في قلبه أيضا حب للنفس السلام وهذا حدث على عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يؤتى براجل يشرب الخمر فيأمر بإقامة الحد عليه ثم يشرب مرة ثانية فيأمر بإقامة الحد عليه فلعنه أحد الصحابة فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله فأثبت له حبا لله عز وجل وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقصد هذا الحب الذي قد يكون ضعيفا ولكن نقصد بالحب الذي هو أكثر من حب الأباء والأبناء والإخوة والزوجات بل أكثر من حب النافس حتى عمر رضي الله عنه خفي عليه يعني أنه يجب عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه فقال له ويسير معه والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فراجع عمر نفسه مرة ثانية وقال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي فنحن نقصد بحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحب الذي يكون أكثر من حب الإنسان لأبيه وابنه وزوجته وماله وأكثر من حبه لنفسه وقد توعد الله عز وجل لمن يحب شيئا من هذه العراض أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصه حتى يأتي الله بأمره فلا يهدد هذا التهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم ثم فسقهم بخاتمة الآية فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين فوصفهم بالفسق من يحب شيئا من هذه العراض أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في بعض الوايات من والده تقديم الولد على الولد وفي بعضها من ولده ووالده ومحبة الولد محبة إجلال وتعظيم ومحبة الولد محبة يعني شفقة ورحمة فيجتمع في حب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الإجلال وتعظيم ومحبة الشفقة ومحبة الرحمة فنقول الحب النفس السلام يعني عقد من عقود الإيمان وهذا يستلزم يعني واجبات يعني من ذلك أن كل مسلم يقدم قول النفس السلام على قول أي أحد لا تقدمه بين يدعي الله ورسوله لا يجوز أن تقدم قولا على كلام النفس السلام وأن تعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أمره فإذا أمر بأمر يبادرون بتنفيذ هذا الأمر الصحابة رجعوا من غزوة أحد ختل منهم سبعين وجرح من جرح ولما نمى لعلم النفس السلام أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة يستأصل شأفة المسلمين ويبيض خضراءهم ويقضي عليهم خضاءا نهائيا أمر النفس السلام الصحابة بالخروج تاني يوم من غزوة أحد ما قالوا عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح وكان في الجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عظموا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصبهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكين فهذا الحب يخطضي تعظيم أمر الناس سلم وأيضا لما ارتدت القبائل العرب يعني بعد وفاة الناس سلم وظهر النفاق والذين منعوا الزكاية وظهر المرتدون وكان الناس سلم قد جهز جيش يعني أسامة لشمال جزيرة لغاز والروم وعسكر الجيش بالجرف يعني ما كان قرب المدينة وانشغل الصحابة بمرض النفاق سلم فلما ارتدت قبائل العرب أشاروا على أبو بكر أن يعني جيش أسامة ما فيش داع الخروج يحرس المدينة والقبائل ارتدت فأصر أبو بكر الصديق على إنفاذ جيش أسامة وقال لا أفك عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشرح يعني صدر عمر وصدر الصحابة لذلك وخرج جيش أسامة وعاد وأرهب قبائل العرب ثم أرسلهم بعد ذلك يعني في حروب الردة فنقول من لوازم هذا الحب تنفيذ أمره وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم من لوازم هذا الحب أن يفدي كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأولى بالدفاع وأولى بالحب وبالبذل ولذلك كان نقام الصحابة بهذا الواجب حق القيام فكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم فكان أبو طلح يقول له يوم أحد نحري دون نحرك وأبو دجانة سماك بن خرشة جعل ظهره ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأسهم ترتشق في ظهره وهو يعني يفدي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلح بن عبيد الله لما رأى ساه متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولما انتهت معركة يعني العحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما فعل سعد بن ربيع الأنصار رضي الله عنه فقال أحد الأنصار أنا فذهب يبحث عنه فوجده في آخر رمق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك فقال له على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدني أجد ريح الجنة فكان في هذا الوقت يشم ريحة الجنة كما قال أنس بن نظر كذلك إني لأجد ريح الجنة من دون أحد هذه الكرامة للصحابة رضي الله عنهم قال وأبلغ من وراءك يعني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف يعني فيهم نمشي يتحرك أو جفن يتحرك فكان الصحابة يبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني كل شيء فمن لوازم هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الذب عنه ودفاع عنه في حياته ودفاع عن سنته وعن شريعته صلى الله عليه وسلم كما قال يعني أبو مسلم الخولاني ومن نئمة التابعين في اليمن يقول والله لنزاح منهم عليه حتى لا يستأثروا به دوننا وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال ترجمة نانسي قنقر